موسيقى ولكن الحالات أو البروفيلات كما قلتك تكون متنوعة حتى من حيث الأمراض من حيث القوة الجسمية هذه اللي غندي ندوزو اللقاح الحالات ستكون متنوعة ولكن في التجارب كان ندوزو الإنسان اللي ما عنده تشيء مشكل وكان نشيء الإنسان اللي عنده مشاكل وش ممكن قوله بأنه كيف أنه جربة أو تجربة سريرية على 20 ألف ونحن أمام 20 مليون وش دائما كنا نعتمد على ذاك النظام ذا العينة؟ هو العينة كتبقى مرهونة بحسابات 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 ديال ماتماتيك رياضيات كنديروا الرياضيات كنديروا الالغوريتم كين تقنيات اللي كتخلنا هو ما يعرف في فن الإحصائيات كنعرفوا أن العالم غتكون فيه سبعات الملايات ديال الناس خسنا ناخدوا واحد العينة اللي تكون اللي تكون الجواب ديالها والتفاعل ديالها غادي يكون كيعطينا واحد المسح ماذا سيكون عليه المفعول اللقاح لما كنديروا الساكنة الكبيرة زيال كندقضوا وحد بداية تقنيات الحسابات الرياضية كتتعطينا وحد تشريح، україн من الواحد لمسح ديال الاراء وكنشوفوه في الانتخابات وكنتوجوهات ديالناس ويمكن لك أنوا انتخابات شكون غادي نجح كيكونوا ثلاثة ولا أربعة ديال المرشحين وكنشوفوش كل مرشح لأول ما كنسولوش الساكينة ديال واحد المقاطعة كاملة اللي غا تنتاخب لفعل الساكينة اللي غا تنتاخب كنناخدوك لوحد العينة خمسمية ولكن هذه العينة ما كنجيش عطي باطن كنديروها بتقنيات كنعرفوها وكن حدوها بتقنية رياضية حتى مسألة من ناحية الدراسات المختبرية والدراسات المختبرية من اللي كانت تكلمي الدكتورة على اللقاح الصيني وش هذا ينقص والجودة دياله الفعالية أولا قبل من هذا كيفاش كنت تحدد الفعالية ولماناعدل أي لقاح من خلال التجارب سريع هذا والمحدد من التجارب سريع ولكن كيفاش ممكن قول بأنه هاد اللقاح أحسن من هذا مثل الصيني أحسن من الأمريكي وللألماني وللروسي هو الآن لا يمكننا أنه نقارن لأنه تجارب في المرحلة التالية ما زال مستمر خرج الآن خرج هو اللابوراتور ديال ديالفايزر اللي قال أنه عنده المفعولية النجاعة 90% حدا كثير ونتيجة إيجابية كبيرة علش كنقوله 90% وماشي 95% ماشي 80% شنو لا هوش هذه أرقام كنت تطلق من أجل البيع المنتوج أو لا هو ليس كلاما على عواهني كنعرفو أنه باش يكون عندنا لقاح يكون عنده المفعول ديالو وغادي يحملنا الساكنة خصة كل الفعالية ديالو كتر من 60% كيف توقاس؟ علمياً توقاس علمياً كنشوفو الشريحة ديال الساكنة اللي غادي يتدير اللي غادي يتدير هادك تحصين ديالها واش غا تمرد ما تمردش هدي مسائل معروفة 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 علمياً ماشي مشي كتجي كنقول 60% وغير ما تجيبها مراسي لا هادي كتكون تكون النتائج الأولية ديال اللقاح الصيني كتقترب من هادي من كتر من 70% غا تكون 80% ولا 90% لدي الفايزر خصنا ما ننسوش أنه لحد الآن منذ الظهور الفيروس ديال الصيدر بقي ما قلناش اللقاح ديالو ظهر في الثمانينات وبقي اللي حد الآن ما قلناش لقاح ضد الصيدر ما قلناش ولكن الحالة تسكتر تافع ولا كتحدودها دبا كين في الصيدر ليس الموضوع الآن ولكن غير المقارنة دبا احنا عدنا دواء فعال في الصيدر هو اللي يخلي الناس كتبقى كتعيش كتر وما تبقاش مريضة ولكن يخصوا ياخد ديمة دوا وكيد ديك المسائل الحصيات لناس كيحتضوا من الصيدر اما في الكورونا احنا في الثماني شهر بلدنا ان هناك لقاحات فعالة اش حال تحصين غادي يبقى؟ واش غادي يبقى ناس شهر والعام ولا خصنا كل عام ونعودوا بحال اللقاح ضد الأنفلوسيا بشكل دوري هادي بينكوش نعرف وانا خصوصا احنا كنتكلموا الآن على جدل ما رح تلقاح كلمرحلة الأولى واحد عشرين يوم عادة تلقاح تاني ربا لا هاد ادابة كين اللقاح كين بعض اللقاحات كنتدرو شوكة وحلا كتكون كافية كتعطي واحد المفعول اللي كبير هاد هدا فيروس جديد يلا كنشوفوه درنا تاني ما كنديراش اعتباطا كنديرو الجلب اللولى ويمتال الجسم كيبدي يبين على خمسة شتر يوم كيبانو لنا المضادات المضادات ضد الفيروسات والبكتيريا وما شبه فبينة الابحات انه باش نكونو عادنا واحد دراجة كبيرة ديال المنتوج ديال هادوك المضادات خسنا نديرو دوز انشكسيو بيناتهم ثمانية وعشرين يوم لانه من اللي كت هنا كين العلم البيولوجي كيبرنا انه من اللي كنديرو الشوكة اللي ولا كيطلعون يزو تيكور وكيبدو شوية نزلو وكنزيدو الشوكة التانية كيطلعو كتر لانه علاش لانه الجسم واللات عنده واحد داكرة مناعية اللي كي تخليه كيواجه الفيروس بالنسبة العدد اللي قحات واش بالنسبة المغرب متوفار لهاد عشرين مليون تقريبا واش كينش دراسات في المغرب كين انتفاق مع سينوفارم باش باش كون عدنا عشرات المنيول ديال 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 الجرعات اللي غادي ديلو لنا خمسات المنيول وكين انتفاق مع آآ مع آآ مع أسترازينيكا باش كون عدنا سبعتاشر منيول جرعات وكين ويمكن تزاد واحد تزاد المنيول ديال للجرعات مليو في عشرين عادي مليو في ثلاثين آآ وما زل البيب محلول احنا غنبيرو في اللول ما غاديش ننمشيو للساكينة ديال المغرب كاملة غادي نمشيو للفئات المعرادة اش نهي الفئات المعرادة هو الناس اللي عندنهم كتر من 18 عام مشي درعي الصور الاطفال من ناخدهم شي علش من ناخدهم شي لان هناك معطيات وبائية اللي كتبين لنا ان الاطفال وخي مرضو بالكوفيد ما كيديروش أعراض كبيرة وما كتكوش الممرادة ديالهم لمعبديتين كبيرة وما كتكوش الإيماتة كبيرة قليل هاده هو اللي حصل مخالي الاحصائيات هاده هاده الاحصائيات اللي الوبائية اللي عرفنا هاده واشنهم الفئات الهشة اللي كي قضي عليها هاد الفيروس هما الفئات اللي عندنهم كتر من 65 عام ولي عندنهم أمراض مزمينة مصاحبة واذا والناس اللي من بعد 65 عام كين الناس اللي عندنهم أمراض مزمينة كارتفاع الدغط الدموي كمرض السكري كارتفاع الكولاوين المزمين كوكوس السميتو احتى الهبوط ديال القالب اللي كتكون عندنهم أمراض مزمينة